بسم الله الرحمن الرحيم حضرتكم أستاذ ياسر محمد نجيب في الفيديو ده هنقدم لحضرتكم الفيديو التسعة واربعين من سلسلة شرح بأدامك الميكروسوفت وورد وفي الفيديو ده هنقدم لحضرتكم كيفية حماية الملف من أعداد أستاذ ياسر محمد نجيب علشان نحمي الملف لازم نعرف في الأول بأن عندنا نوعين من حماية الملف النوع الأول من حماية الملف هو حماية الملف من الفتح بحسب أن نحط كلمة مرور على الملف ونمنع فتح الملف نهائيا بدون وجود كلمة مرور وده زي ما هنشوف دلوقتي علشان نحمي الملف أنا عندي دلوقتي الملف بتاعي جاهز هدخل على فايل ومن خلاله هدخل على انفو هلاقي عندي بروتكت ديكيومنت هضغط عليها وهاخد انكريبت وذ باسورد فهنشفر الملف ده بباسورد هيتطلب منك انك تكتب الباسورد طبعا بتكتب الباسورد اللي انت عايزها الافضل دايما في الباسورد هو تنوعها بحسب انها يكون فيها كابتل اسمول ارموز ارقام حروف بعد كده هابدأ في كتابة الباسورد وهقول له اوكي هيتطلب مني تأكيد للباسورد بتاعتي فانا هكتبها له وهقول له اوكي حاليا هو اتعرف على البلف وكأنه ملف خلاص محفوظ جاهز انا هفل دلوقتي واحفظ متنساش انك تحفظ الملف علشان يحتفظ بالتغيرات دي انا دلوقتي هيفتح الملف هتلاحظ بانه هيتطلب منك باسورد لو انا دخلت له اي باسورد غلط واقول له اوكي مش هيفتح الملف ومش هيتعرف على الملف انما لو انا فتحت ودخلت له الباسورد عادي هتلاقيه بيفتح لك الملف هنا بكده تكون خلاص حامية الملف من الفتح فما حدش يدري يفتح الملف ده غيرك دي نوع الاول من حماية الملفات طيب انا عايز الغي الحماية ديت انا كنت اعمل ملف مثلا بشتغل عليه وبعد ما خلصه شغل عليه خلاص بقى انا بتيح الملف العامة علشان نلغي هندخل على فايل هندخل على انفو وهنيجي عند بروتيكتد وهنفتحها وهندغط على نفس الجزء علشان ندخل على كلمة المرور هنظلل النجوم ديت وهنمسحها بعد كده هنقول له اوكي فهو هنا هيزيل الكلام ده ولكن ما تنساش انك تحفظ قبل ما تقفل لو انا دلوقتي هفتح الملف هتلاقي بان الملف هيفتح معك بشكل طبيعي جدا بدون اي مشكلة ده النوع الاول من حماية الملف وهو بانك تحمي الملف من الفتح فمحدش يقدر يفتحه غير بكلمة المرور اللي انت حطتها طيب في نوع تاني من حماية الملف وهو حماية الملف من التعديل حماية الملف من التعديل بتحلك بانك تفتح الملف تشاهد محتوى تقرأ محتوى تتفاعل مع محتوى ولكن ممنوع انك تعدل داخل الملف هتدخل على فايل وانفو ومن بروتيكتد ديكومنت مش هندخل على تشفير الملف لا هندخل على الاولى وهي بانه دايما الملف مفتوح ولكن للقراءة فقط بدون تعديل بعد كده هتدخل على صلاحيات التعديل هنعلم على العلامة دية علشان نعمل منع لتغيير الفورمات بتاعنا بتاع البلف ومنع لأي تعديلات موجودة جوه الملف وبأن ملف القراءة فقط وممنوع انك تعمل اي تغييرات لو انت عندك اي حاجة عايز تعملها من الحاجات ديت انك مثلا تسمح بالكومنتات ولكن ما تسمحش باي ده حاجة تانية بعد كده لو انت عندك ناس محدد عايز ديها صلاحية التعديل في الملف ده بتقدر تضيفهم بتنزل على الخطوة النهائية وبتضغط وبعد كده بتكتب البصورد اللي موجود وتأكده هدخل وعمل له اوكي بعد كده هحفظ الملف لو صلاح تصدراتي انا لما هعيد فتح الملف هو بيقول لي بان كاتب الملف ده حدد الملف ده للقراءة فقط وممنوع اي حاجة اي تعديلات تحصل على الملف ده مجرد ما تدخل هتلاحظ بان كل القوائم هي قوائم غير مفعلة ما تقدرش بانك تاخد اي قايمة او تفعل اي محتوى من القوائم كلها غير محتوى العرض فقط او مراجعة الملف او ترجمة حاجة اللي هي محتويات ما بتتدخلش فيه محتوى الملف ولكنها بتسهلك اه قراءة الملف او التعامل معه على سبيل المسال انهاجي هنا وهو هعمل كليك يمين هتلاحظ بان كل القوائم اللي موجودة كلها غير مفعلة باستثناء قايمة كوبي بانك تقدر تاخد المحتوى ده وتنسخه فيه ملف تاني وما تشتغلش على الملف ده بكده انت حامل ملف ده من اي تعديلات او اي تغييرات تحصل فيه طيب انا دلوقتي بعد ما خلصت الملف بتاعي اكتشفت فيه غلطة مثلا فعايز ادخل عليه واعدله هقدر اعمل التغيير ده ازاي بقدر باني هدخل على ومن خلال هدخل على نفس الخطوة وهعمل هطلب مجرد ما بكتبه بيتحلي كل القوائم وبيتحلي كل الشغل وهشيل العلامات اللي موجودة فهو هنا اتحلي العمل على الملف عادي بشكل طبيعي وهتلاحز بان كل القوائم خلاص رجعت تاني مفعالة دول النوعين اللي كانوا موجودين في حماية الملف بنشكر حضراتكم نتمنى لجميع كل التوفيق ونتمنى تشرفونا باشتراككم في القناة